اشتركوا في القناة اياته خارقة بدون خطيئة هل حياة الشخص مثلا معجزات يعني ايات اللي بتسند دعوته وبتسند رسالته اين يعني الرسالة او السند لأي دعوة لأي رسالة اللي ممكن تدعم الشخص اللي وراء الموضوع اين الحكم من وراء الموضوع اين المعرفة اين السلطان اين التعليم ما هو التعليم الذي يقدم واذا في رسالة عاوز تقودني للحياة الابدية انه اطلع الى السماء لانه كل انسان مش عاوز يروح لجهنم ولا انسان عاوز يموت في الارض الانسان عاوز يكون عنده علاقة حميمة ما بدي يكون عايش بخوف او برعب الانسان بدي يكون عنده تأكيد للخلاص بدي يكون عنده ضمان للحياة الابدية اذا كل هذه الاشياء انعدمت واذا كل هذه الاشياء انفقدت انا على ايش بتكلم على ايه بدافع على اي اله هل هو فعلا نفس الاله هل هو نفس التعليم هل هي نفس الرسالة ام الله يتغير هل الله بينسخ كلامه هل الله بغير فكره اسئلة كثيرة بموضوع الكتاب هل الكتاب فيه متناقضات هل الكتاب يعني بيتمشى مع الوحي الالهي بيتمشى مع التسلسل اللي اعلن الله عن نفسه اعلن عن ذاته للانبياء القدامة كل هذه الاسئلة انا لازم ارد عليها لكن مجرد بشكل وقح او عشواء اقول مثلا انادب الله وانت كافر وخلاص بدون البحث بدون التطقيق بدون التفتيش فانت مطالب وانت سوف تقف امام الله الحي الديان لما المسيح هو الخالق لما المسيح يقيم الموتى لما المسيح هو الديان لما المسيح هو علام الغيوب لما المسيح بيتكلم انه طاهر لما المسيح هو كلمة الله طب هالمواصفات هذه وهالكلمات ايه بالمقارنة موجودة كلمات تشبهها حتى نحط اينبه في مصاف او في عزمة الرب يسوع المسيح